أقل حماساً تبدو واشنطن في علاقتها مع قوات سوريا الديمقراطية أصابع اتهام من قسد للتحالف الأمريكي تحمله المسؤولية في استمرار ما أسمتها الإبادة التركية للكردي في الشمال السوري ذهب بيان الإدارة الذاتية للتلويح بإيقاف التعاون مع القوات الأمريكية شرق الفرات خاصة في ظل تأكيد قادة من قسد أن التحالف أبلغهم لاستحالة مساندتهم في مواجهة لهجمات التركية المتصعدة تركيا تضغط باتجاه الحصول على أكبر قدر ممكن من المكاسب من التحالف الغربي أو الأطلسي وعلى رأس هذه المكاسب هو الحصول على المزيد من الصلاحيات أو الحصول على ضوء أخضر لضرب قسد التي تعتبرها تركيا جزء من حزب العمال الكردستاني مخاوف قادة قسد تبررها مواقف أمريكية تبدو أكثر انسجاماً مع سياسات تركيا في الشمال السوري بعد أعلان الخارجية الأمريكية أنها لم تلمس أي نوايا من حكومة أردوغان لإحداث تغيير ديمغرافي في عفرين الخاضعة لسيطرة مسلحين تابعين لتركيا في ريف حلب الشمالي موقف دفع الإدارة الذاتية لوصف تصليحات المتحدث باسم الخارجية الأمريكية بالمسيسة وغير الصحيحة الولايات المتحدة الأمريكية لديها تركيا هي الأولوية القصوى وضرورة استعادتها وعلى وعلى حساب الجميع بحكم ما تمتلكه هذه الدولة بالأوراق قوة في روسيا وفي آسيا الوسطى وفي منطقة شرق المتوسط مواقف أمريكية باتت تشكل هاجساً لحلفائها من الكردي شرق الفرات في ظل توجه المخططات الأمريكية لبناء تحالفات مع قادة المسلحين من العشائر العربية في قسد بعيداً عن قيادات قوات سوريا الديمقراطية من الكرد لا تقتصر هواجس قادة قسد من الكردي من السياسات الأمريكية الجديدة والمنحزة إلى تركيا على انحياز واشنطن لصالح حليفتها في الناتو أنقرة وإنما تتعدها أيضاً إلى مخاوف من استبدال القادة الكرد بقادة من المسلحين من العشائر العربية خدمة لمخطط الأمريكيين يرمي إلى إعادة التوتير إلى الشرق السوري رضا الباشا حلب الميدين